بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم تمر الأيام والسنوات حاملة بين طياتها أحداثا وزكريات تبقى عالقة في الأزهان وتزه بها الشعوب كيلا بعد جيل وتاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث التي تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا وأملا لمستقبلنا ويبقى يوم الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 أحد أهم أيام مجدنا وأحد أبرز محطات عزتنا حيث تمر علينا الذكرى الثامنة والستون لهذه الثورة المجيدة التي نستعيد معها ذكريات كفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني ودائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعبنا وآماله في تحقيق مستقبل مشرق له وللأجيال القادمة تلك الأجيال التي من حقها أن تحيى حياة كريمة في وطن آمن ومستقر ومزدهر الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر لم يدرك العالم حين انطلقت شرارة الثالث والعشرين من يوليو أنها لن تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب وإنما سيمتد ضياؤها ليشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية بأسرها إذانا ببزوخ حقبة تاريخية جديدة تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها ويكون قرارها نابعا من إرادتها الوطنية الخالصة فانطلقت حركات التحرر الإفريقي والعربي مسترشدة بما حققته الثورة المصرية الوليدة من إنجازات على أرض الواقع وداعمة لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال ولقد برهنت الأيام على نبل الأهداف التي قامت ثورة يوليو من أجلها والتي استلهمتها من نبض جماهير الشعب المصري فخالص التحية إلى رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب وتحية إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر السيدات والسادة واستكمالاً لروح ثورة يوليو وأهدافها السامية فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية القبرى في كافة أرجاء الوطن وتعزيز قيام العمل والعلم الحديث ومناهج في جميع أوجه حياتنا لبناء الإنسان المصري على نحو يستطيع معه مواجهة تحديات هذا العصر وما يليه وليتخذ من موروسه القديم نقطة للانطلاق نحو تحقيق كل ما يتطلع إليه في أقل وقت ممكن شعب مصر العظيم مثلما كان جيل ثورة يوليو على موعد مع القدر فإن الله قد قدر لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر طاريخها الحديث وأن التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل من استفافنا الوطني أمرا حتميا ولعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر وطن يسعى أن تقوم قيم التعاون والبناء والسلام أساسا للعلاقات الإنسانية بين كل الشعوب تلك هي عقيدة مصر الراسخة المبنية على احترام الآخر والساعية لبزل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات ولكنها في الوقت ذاته قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية شعب مصر العظيم في نهاية كلمتي أقول لكم بكل الصدق إنه من خلال وعي هذا الشعب العظيم ومخزونه الحضاري العميق والفهم الدقيق لزروف مصر فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى المكانة المأمولة لتأمين حاضر مصر ومستقبلها ليكون بعظمة ومد ماضيها كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان وتقدم ووفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا العزيز مصر ودائما وأبدا بإذن الله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيا مصر